قرر مجلس النواب التمسك بقراره السابق بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سواء الخاضعين لقانون معاشات ومكافأة التقاعد لموظفي الحكومة أو النظام العسكري أو الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي وعليه تم إحالة التقارير الثلاثة إلى مجلس الشورى وكان مجلس النواب قد عقد جلسته اليوم برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة حيث استعرض السادة النواب الردود الواردة من كل من وزير الملكة ووزيرة الصحة على عدد من الأسئلة النيابية وفيما وافق مجلس النواب على تأجيل طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول الرسوم إلى الأسبوع المقبل استعرض المجلس التقرير النهائي للجنة أو للجنة التحقيق البنلمانية في قضية اللحوم الفاسدة حيث أكد السادة النواب أعضاء اللجنة الموافقة على التوصيات السبعة والعشرين المرفوعة للحكومة الموقرة كما تم استعرض تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل حيث تمت الموافقة على توصية اللجنة والقاضية برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ وإحالته لمجلس الشورى